نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري وجود أي اتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن القضايا الرئيسية المرتبطة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مشيرا إلى أن الدوحة تضغط بقوة من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين الطرفين نظرا إلى وجود العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة المستمرة على مختلف السعود وفق تعبيره من القص نرحب بمراسلة المشهد أحلام عثمان أهلا بك أحلام إذن في البداية نريد أن نتحدث على مسار المفاوضات اليوم واشنطن تشير إلى أن الاتفاق كان قريب وللبما الاثنين المقبل سريعا ما جاء نفي من قبل حماس وأيضا على المستوى السياسي كانت هناك جملة من التصريحات حول مسار المفاوضات ما التفاصيل؟ نعم مالك فعليا يبدو بأن هذه المفاوضات تروح مكانه ولا يوجد هناك أي من البوادر أو المؤشرات التي تدلل بأن هناك وقف لإطلاق النار قريب أو صفقة لتبادل الأسرة في الأيام القريبة العاجلة ولسيما إذ ما ربطناها بتصريحات جو بايدن الرئيس الأمريكي الذي قال بأن هناك وقف لإطلاق النار سوف يكون في الأيام المقبلة الأسبوع المقبل تحديدا يوم الاثنين ولكن وفقا للتصريحات التي خرجت إن كان من الجانب الفلسطيني المتمثل بحركة حماس أو أيضا لما رشح من معلومات من وسائل الإعلام الإسرائيلية عبر مسؤولين إسرائيليين فالأمور والأحداث تقول وتصريحات القيادات في حركة حماس تقول بأن هناك فجوات ما زالت قائمة وهذه الفجوات يتم التعامل معها من أجل تسويتها ولكن ما يتم الحديث عنه لوقف إطلاق النار أو صفقة لتبادل الأسرة في القريب العاجل فهي بعيدة وليست مرتبطة في الواقع وما يجري من تطورات إن كان في قطاع غزة أو على الجانب الإسرائيلي وهذا أيضا ما أكدته وسائل الإعلام الإسرائيلية التي قالت بأن جميع ما يتم من المصادر الإسرائيلية بأن عمليا هناك أجواء سلبية فيما يخص هذه المفاوضات وفيما يتعلق بمقترح باريس وبنوده هذه هي لا تأتي وفق النظرة أو الرأي لحركة حماس وبعيدة عن تطلعاتها لذلك هناك فجوات كبيرة في هذا الخصوص ولا يوجد هناك أي أفاق حول انعقاد لصفقة لتبادل الأسرة في القريب العاجل وهذا أيضا لربما نربطه مع مفتاح الصفقة لتبادل الأسرة التي تحدثت عنها القناة الثانية عشر التي قالت بأن المفتاح هو خمسة من المجندات الإسرائيليات يقابل خمسة عشر من الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين الوازنين إن كانت سوف تتم هذه الصفقة وأيضا إسرائيل تطالب بإطلاق صراح ما يقرب من السبعة من النساء المدنيات اللواتي تواجدنا في قطاع غزة مقابل واحد وعشرين من الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين إذن المفتاح هو لربما ليس واحد إلى عشر سريعا نريد أن نتحدث على هذه التطورات اليوم في أجبها الشمالية لإسرائيل وعمليات القصف التي كانت قبل حزب الله نعم هذه الحالة من التوتر والتصعيد ما زالت مستمرة وهذا ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة من قصف من الأراضي اللبنانية لما يقرب من العشرين صاروخا أطلقوا باتجاه منطقة الجليل الغربي سمعت صفرات الإنذار تدوي في مناطق للمرة الأولى في عمر هذا الاقتطال على الجبهة الشمالية من ضمنها في مناطق عربية مثل كفرياسي في أبو سنان وجولس ويركا في يركا تحديدا كان هناك سقوط لصاروخ ولكن وفق الإسعاف الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية فأنه لم يكن هناك أي من الإصابات إذن كان هناك اعتراض لعدد من هذه الصواريخ وفيما تبقى فقد سقط في أماكن مفتوحة نحن نتحدث عن مناطق تبعد ما يقرب من الستة عشر كيلو مترا عن أقرب نقطة حدودية ما يعني بأن قواعد الاشتباك تأخذ منحنة آخر وتتسع أكثر فأكثر مع استهداف أيضا لقاعدة الجوية الإسرائيلية عند جبل الجرمة واضح شكرا لك من القدس مرسلتنا أحلام أتمنى على جميع هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر